السلام عليكم أعزائي الصغار كنت تعرفوا أننا أستاذة للتعليم الإبتدائي للمشاهدة مريكا القسم السادس وتتعرفوا في إطار الحملة للدعم التربوي لديكم اليوم أرسأينا لكي نلقي لكم الدرس في السناسبية هو الدرس الرقم 4 من حيث السناسبية والعونة للدرس لنا هو النسبة المئوية إذن الدرس للنسبة المئوية لدينا فيه ثلاثة الأهداف الهدف الأول هو التعرف على معنى النسبة المئوية الهدف الثاني هو إجراء حسابات على النسبة المئوية والهدف الثالث هو حل وضعية مشكلة باستعمال النسبة المئوية إذن سنطريقه إلى العامل الأول هو التعرف على النسبة المئوية من خلال وضعية الانطلاق وضعية الانتقاط تقول عدد تلاميذ قسمك هو 33 تلميذ وكانت نسبة نجاح خلال الدورة الأولى هي 80% إذن السؤال المطروح والمطلوب منك هو ما هو عدد التلاميذ الحاصلين على معدل في قسمك هذا للإجابة عن هذا السؤال سنقوم بوضع جدول إذن الجدول يقول لدينا عاملين في الجدول الخانة الأولى عدد تلاميذ في القسم والحاصلون على المعدل هذه النسبة المئوية حولنا إلى أرقام إذن كل 100 تلميذ الحاصلون على المعدل هو 80 تلميذ إذن المشكلة التي لدينا هو تلميذ قسمك في 35 تلميذ كمجموع إذن الحاصلون هو 80% منه إذن المطلوب منك هو عدد تلاميذ هذا سنقوم بالعملية الثالية إذن السهم يوضح ماذا؟ يوضح بأن 35 دائما مضروبة في 80 والعامل الثالث هو المقصوم إذن سنقوم بعملية ثلاثية ماذا تقوم عاملية ثلاثية؟ إذن 35 مضروبة في 80 ومقصوم على 100 إذن عدد تلاميذ هو 28 تلميذ الحاصلين على المعدل خلال الدورة الأولى إذن الجواب هو عدد تلاميذ الحاصلين على المعدل هو 28 تلميذ إذن الآن سننطرق إلى الوضعية الثانية إذن الوضعية الثانية تقول في أحد الأقسام يبلغ عدد تلاميذ 40 تلميذ وفي هذا الصباح بسبب تغير أحوال الجو أصيبت تميذ أطفال بنزل سيبا إذن ما هو المطلوب في هذه الوضعية؟ في هذه الوضعية لم نطرح نسبة مئوية بل مطالب بأن تحسب النسبة المئوية التي يمثل الأطفال المصابين ثم السؤال الثاني أحسب نسبة مئوية التي يمثل الأطفال غير مصابين سنقوم بإجابة عن السؤال الأول بطرح الجدول إذن عدد تلاميذ هو 40 تلميذ وعدد المصابين هو 8 أطفال إذن نسبة مئوية إذا كان لدينا 100 تلميذ كما هو العدد؟ ما هي النسبة المئوية في هذا العدد؟ إذن نقوم بإجراء التاليك كالجدول الأول إذن 100 مضروبة في 8 مقصوم على العام الأربح نقوم بالثلاثية إذن 8 مضروبة في 100 مقصوم على 40 هو 20 في المئة إذن عدد تلاميذ المصابين هو 20 في المئة إذن سنقوم بإجابة عن السؤال الثاني إذن عدد تلاميذ غير المصابين نقوم بنسبة 100 في المئة ناقص 20 في المئة تساوي 80 في المئة إذن حل الوضعية مشكلة لدينا هنا حل الوضعية مشكلة يزن وزن طفل عادي 40 كيلوغرام وتقدر كتلة الماء في جسمه 80 في المئة إذن السؤال مطروح إذن أحصب كتلة الماء في جسم الطفل إذن نقوم هنا بعملية بتحويل نسبة مئوية لأننا لا نشتغل بنسبة مئوية كهذا العدد إذن نسبة مئوية تعني 80 على 100 أي تساوي 0.80 إذن لدينا هنا المخسيار إما كنا نقوم بعمل الحل للمسألة كجد والبيت الثلاثية ضرب العدد وقسمة أو نقوم بهذا العدد إذن 40 مضروبة في السؤال وبدربه في 0.80 تساوي 32 كيلوغرام إذن كتلة الماء في جسم الطفل هي 32 كيلوغرام شكرا على حسن انتباهكم موسيقى